ما يدل على المبالغة المملكة العربية السعودية بعد أن نال الامتياز عن أطروحته لنيل الماجستير الموسومة الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على المسائل النحوية للأسنوي دراسة وتحقيقا من جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1979 نال الأستاذية في علوم اللغة العربية وآدابها ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة طيب إذا كان أصحاب الجنة لغتهم عربية فأصحاب النار أي لغة لغتهم هو القرآن الكريم لما يذكر هذا الحوار بين أهل الجنة والنار يذكره بلغة قرآنية لكن لا يشترط أن يكون أن تكون لغتهم فعلا هي لغة العرب بدليل أن الله تعالى مثلا ذكر عن فرعون أنا ربكم الأعلى لكن هل كان فرعون عربيا حتى يقول أنا ربكم الأعلى لكن القرآن الكريم نقل لنا الحالة ونقل لنا الصورة فهذا حوار جرى بين أهل الجنة وأهل النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين بعدين تستمر الآيات يذكرون أهل الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ثم ينتقل إلى أهل النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء شدة العذاب أو مما رزقكم الله فماذا كانت جواب أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون فهي نقل للصورة نقل للمشهد مشهد يوم القيامة كيف يجري الحوار وكيف يتبرأ الذين اتبعوا الظالمين من من اتبعوهم يعني لأنه يوم القيامة واحد يتبرأ من الآخر يعني وقالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أظلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون هؤلاء الظلم يقولون وقالت أولاهم لإخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون هناك يعني يتبرأ الظالم ممن اتبعه والمتبوع يتبرأ من المتابع وهكذا إلا المتقين الأخلاء بعضهم يومئذ بعض عدو إلا المتقين هل العلم أو أخذ العلم من هذه الأشياء التي يجب أن تكون دنيوية للآخرة يعني بالتأكيد هي الدنيا خلقها الله تعالى لأجل أن يتهيأ فيها الإنسان إلى دار لا موت فيها ولذلك ورد في الأثر إنكم اليوم في دار فيها عمل وليس فيها حساب ما حد يحاسبك إلا إذا لا سمح الله قام الإنسان بجريمة هناك قانون إلهي يعاقبه حتى لا يفسد على الناس حياتهم يعني جريمة السرقة وجريبة الزنا والقتل وما لا إلى ذلك لكنه الحساب الذي ينبغي عليه نعيم أو عقاب هذا في الآخرة لذلك إنكم اليوم في دار فيها عمل وليس فيها حساب وستكونون إلى دار فيها حساب وليس فيها عمل ولذلك يوم القيامة لما يرى الإنسان ما أعد الله من نعيم لأهل التقوى وأهل العمل الصالح الذين قدموا آثار صالحة وأعمال طيبة ويجد نفسه صفر اليدين فينادي يقول حتى إذا رأوا ما يعد قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت يعني أتمنى ولو خمس دقائق يرجع إلى الدنيا حتى يستغلها في عمل الخير فالله تعالى يجيبه بكلمة الزجر والردع كلا لأنه قضى الله أنه لا يرجع أحد من الآخرة إلى الدنيا كلا إنها كلمة هو قائلها يعني شوان إحنا بالعامية نقول هذا كلام يفيدك ينفعك أين كنت لما أرسلنا لك رسلا وأنزلنا عليك كتبا ووضعنا لك قانون وهناك تبشير وهناك انذار ولم تلقي بالا لهذه الأمور الآن تندمت ولا تساعة مندم فلذلك المفترض بالإنسان أي إنسان كان يعني ليس إلا مسلما عليه أن يتصور الأجيال التي مضت قبله والآن نزورها في المقابر كل دفن بعمله فيختنم هذه الفرصة لأن الله أخفى في هذه الدنيا أمورا ولم يحددها حتى يبقى الإنسان متيقظا متحفزا أخفى الله الأجل أخفى الله ساعة في الليل لا يرد فيها الدعاء أخفى الله تعالى ساعة يعني في يوم الجمعة لا يرد فيها الدعاء أخفى الله قيام الساعة نعم لها علامات لكن متى بالتحديد تقوم الساعة لا أحد يعلم لماذا؟ حتى يبقى الإنسان في عمل مستمر فإذا فرغت فانصب يبقى في عمل مستمر إلى أن يلقى الله أما إذا إنسان عرف أنه يموت ثلاثين بالشهر الفلاني يقول لك أنا لماذا من الآن أجهد نفسي بالخير وعمل الطاعة والإنفاق ولماذا؟ أنا أعرف نفسي أموت بالشهر الفلاني في الثلاثين منه فلما يدخل هذا الشهر أتوب إلى الله وأعمل صالح وأذهب إلى الآخرة بتوبة وعمل صالح فلذلك أخفى الله هذه الأمور حتى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أخفاه الله نعم العلماء اجتهدوا قالوا هو الله قالوا الرحمن الرحيم قالوا الحي القيوم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ما هو؟ سري ما يعرف حتى ندعو الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته لعلنا نحظى باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب ولذلك عفريتم من الجن لما يعني قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا نبي الله سليمان عرش بالقيس قال لا أريد أسرع يعني مقامك هذا مقام الحكم يعني كما نقول الدوام الرسمي قبل أن ينتهي الدوام الرسمي أنا أجب لك العرش بالقيس من اليمن وهو في بيت المقدس قال لا أنا أريد أسرع قال الذي عنده من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن ترمش العين فوجد العرش بالقيس أمامه قالوا هذا الثاني لأنه كان قد أطلعه الله على اسمه الأعظم فدع الله باسمه الأعظم فأجاب الله دعائه وأحضر له عرش بالقيس دكتور الحديث معك متشعب وواسع وطويل ولازمنا في الدنيا حتى الآن على أمل أن نرتقيك الأسبوع القادمة في جزء آخر شكرا لك أياك الله ترجمة نانسي قنقر